موسيقى منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19 ونحن مجمدين كل طاقاتنا وكل إطاراتنا حتى نرافقوا ونكونوا جنباً إلى جنب مع قطاع الصحة أثناء هذه المدة وأثناء فترة الحجر الاحترازي لجاليتنا اللي كانوا في تونس صارنا على راحتهم من حيث الإطعام، الإيواء، التعقيم، الرعاية الطبية، المرافقة النفسية كما تم افتتاح ورشة بالصداعة التقليدية وضمت أكثر من 25 امرأة تقوم بالخياطة بمكيناتهم وتحصلوا على مادة أولية من طرف متطوعين ومحسنين من ميليت تبسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر